بسم الله الرحمن الرحيم مش يمكن كان سبب الكون احتمال تاني خالص غير انه يكون اله او مش يمكن التسلسل لما لا نهاية يحصل فعلا وكذا احتمال تاني احنا مش قادرين ندركه يعني هو عاوز يقول مش يمكن مش يمكن مش بالضرورة القواعد المنطقية اللي احنا بنفكر فيها هنا في الدنيا تكون منطبقة ايضا خارج الكون وممكن سبب حدوث الكون يكون اي حاجة تانية غير اله في البداية لو انت مهتم بالقضاء الفكرة المعصرة وموضيع الايمان والالحادي بانت لازم تشترك في هذه القناة اضغط على زر الاشتراك الاحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الاشعارات بكل الحلقات الجديدة السؤال ده بيتضمن نوع من انواع التشكيك في القواعد المنطقية وفي البديهيات والمعارف العقلية الاولية الشخص عاوز يقول ان احنا لما بنفكر بطريقة عقلية منطقية معينة ايوة التفكير ده بيقودنا الى الاعتقاد بوجود اله وان الاله اللي هو كائن اول واجب الوجود هو السبب في وجود كل الحوادث التي جاءت من بعده بما فيها حدوث الكون نفسه ده اللي احنا بنصل اليه من خلال تفكير عقلاني ومنطقي لكن احنا ايش ضمننا ان القواعد المنطقية والبديهيات العقلية والمعارف العقلية الاولية اللي احنا بنفكر من خلالها في هذه الدنيا فعلا بتعمل خارج نطاق هذا الكون لان السبب في حدوث هذا الكون لازم هيكون شيء مستقل عن الكون وخارج عنه فمن خلال تفكيرنا العقلاني والمنطقي ايش ضمننا ان هذه القواعد اللي احنا بنفكر من خلالها تعمل ايضا خارج هذا الكون مش يمكن مش يمكن اي حاجة تانية في البداية لازم نلفت الانظار الى نقطة في غاية الاهمية احنا هنستفيد ايه لما نشكك في البديهيات العقلية والقواعد المنطقية الدكتور احمد ابراهيم له كتاب رائع جدا ومش واخد حقه في الدعاية والشهرة كتاب اختراق عقل اللي هو من اصدار مركز دلائل كتاب رائع جدا وسهل ويسير جدا في موضوع الالحاد وشرح الادلة على وجود الله بيقول في بداية الكتاب كلام في غاية الاهمية في الصفحة رقم 27 من الكتاب تحت عنوان هل الايمان بالخالق مرتبط باصل كل العلوم والبداهيات بيقول من فضل الله عز وجل انه لا يكلف نفسا الا وسعها ولما كان تحقيق الايمان مكلفا به كل عاقل كان يجب ان يكون في وسع كل عاقل تحصيله مهما كان ضعيف العقل بسيط التعليم فسبحان الكريم الحليم ولذلك جعل الله الادلة على الايمان فطرية يعلمها الانسان كاساس لاي علم مثل دليل السببية كما سيأتي بيانه فالبداهيات التي بنا عليها الانسان كل علومه ومعارفه تدل على الخالق قبل ان تدل على اي شيء اخر فلا يمكن ان يعلم الانسان شيئا الا وقد بناها على تلك الاسس التي هي في ذاتها ادل على الايمان فيبقى كل مشكك في ادلة الايمان بين امرين ودي نقطة في غاية الاهمية فيبقى كل مشكك في ادلة الايمان اللي هي البداهيات البداهيات العقلية والقواعد المنطقية اللي يشكك في الحاجات دي امره ما يخلوش من حجم الاثنين رقم واحد اما ان ينكر كل علم علمه قبل ان ينكر ادلة الايمان وفي هذه الحالة لا يسع ان يزعم ان رأيه في قضية الايمان له قيمة يعني فيما معناه انت مدام انكرت او شككت في المنطق وفي البداهيات العقلية الاولية هذه البداهيات العقلية الاولية والقواعد المنطقية هي اللي بتقوم عليها العلم والمعرفة الانسانية بالجملة فبالتالي لو انت شككت فيهم يبقى انت بتجوز التشكيك في اي علم يستطيع الانسان الحصول عليه اصلا فبالتالي انت رأيك في قضية الايمان ملوش قيمة لان انت بتشكك في صحة اي علم البشرية قدرت تحصل عليها طوال تاريخها النقطة التانية وهي دي المهمة وانما ان يقبل بتلك الاسس عندما يتكلم في اي علم في حين يرفضها نفسها عندما يتكلم عن قضية الايمان فيظهر بذلك تناقضه وكبره وجحوده وعناده هذا الكلام رائع جدا حجم الاثنين يا اما انت تقبل ان احنا بندور على اجابة لسؤال بيطرحه البشر لماذا نحن هنا من اين جئنا الى اين سننضي بعد الموت وهكذا هذه الاسئلة الوجودية اي سؤال بيطرحه الانسان علشان يدور له على اجابة لابده لابد هو ملزم انه يستند او يبني هذه الاجابة على القواعد العقلية المنطقية والاسس والبدهيات العقلية الاولية المعارف الاولية اللي كل الناس عرفاها وبتستند اليها لو انت بتشكك في القواعد العقلية المنطقية والبدهيات العقلية والمعارف الاولية يبقى انت حاجة من الاثنين يا اما انت بتهدم العلم البشري ككل يا اما انت بتقبل ان انت تكون علوم ومعارف وفقا لهذه القواعد والادلة والمعارف العقلية الاولية لكن فقط في قضية الامان بالخالق بتشكك فيها يبقى انت متناقض وجاحد ومتكبر وهكذا حالك حال سيء جدا انت مدرك ادراك يقيني ان انت لما تفكر في قضية الخالق بشكل عقلاني ومنطقي وفق القواعد العقلية المنطقية والمعارف البديهية الاولية ستصل حتما الى نتيجة وجود اله وجود خالق لهذا الكون متصف بصفات الكمال فانت مش عايز تلزم نفسك بهذه النتيجة العقلية المنطقية فبتعمل ايه بتشكك في المنطق الناس دي بقى اللي بتشكك في القواعد المنطقية وفي المعارف البديهية العقلية الاولية بنيجي نسألهم كام سؤال كده علشان نختبر مدى جدية مش يمكن كذا مش يمكن كذا مش يمكن كذا بنيجي نسألهم طب مش يمكن نظرية التطور الدارونية تكون غلط وشوف كده رد فعله هيكون ايه من ضمن المواقف اللي حصلت ما بينه وما بين شخص معاند ومكابر بس للأسف والدته كانت حضر الحوار فما قدرتش اسأله هذا السؤال هو كان من التشكيكيين دول مش يمكن مش يمكن مش احتمال مش مجرد احتمال فكنت عايز اسأله سؤال مش يمكن انت ابن زنة السؤال ده انا مقصودش بيه الايهانة ابدا لكن انا عايز اقول ان تشكيك عمالة على بطال ده مش زكاوة منك وفهلوة انت عايز تهرب من الالزامات العقلية المنطقية ومن استنباط نتيجة ان هذا الكون وجوده لابد ان يكون معتمدا على وجود كائن اول واجب وجود فعايز تدمر القواعد المنطقية والبدايات العقلية الاولية علشان ما توصلش الى هذه النتيجة المفتنبطة فبتشكك وبتقول مش يمكن هل انت تقبل هذا المنهج التشكيكي الشك من اجل الشك طب هل انت تشك في شكوكك الشك في الشك على رأي برنامج مسيحي انت مش يمكن تكون ابن زنة ايه الدليل يعني ان انت مش ابن زنة والدتك قالتلك ان انت مش ابن زنة طب ايه الدليل ان والدتك صح مش يمكن بتضحك عليك عملت DNA طب مش يمكن المختبر اللي انت عملت فيه DNA مش يمكن ضحكوا عليك عملت في مركز تاني تحليل طب مش يمكن هما كمان ضحكوا عليك عملت في كل المراكز اللي في الدنيا طب مش يمكن كلهم طوطقوا على انهم يجذبوا عليك النقطة دي كان نفسي اقولها لشخص بيشكك في فكرة التواطر وان العلماء في بلاد مختلفة فعقلا يستحيل تواطقهم على الكذب لهو يقولك يمكن يجذبه عادي المشكلة انت كمان اي شيء انت واثق في انه حق ممكن يكون غلط بهذه الطريقة التشكيكية المطلقة لن يستطيع اي انسان ان يحصل اي معرفة لكن فيه سؤال كان ذكر الدكتور احمد ابراهيم في كتابه اختراق عقل سؤال هل انت تشك ان انت كائن جاهل تحتاج الى علم ولا انت عارف كل حاجة في الدنيا وما فيش حاجة تخفى عليك يقينا يقينا وقولا واحدا انت كائن جاهل تحتاج الى علم اذا انت اصبح عندك يقين في نقطة ان انت جاهل هذا الجاهل دلالة نقص النقص دلالة الحاجة الى اخر بمجرد هذا المنطق البسيط لما انطبقه في الكون ايضا سنصل الى نتيجة ان هذا الكون ناقص فهو يحتاج الى اخر كامل وايضا بفكرة المنطق استحال التسلسل الاسباب بلا نهاية في الماضي نصل الى كائن اول واجب الوجود لا يحتاج والكل يحتاج اليه المشكلة في هؤلاء الذين يشككون في المنطق وفي البداهيات العقلية والمعارف العقلية الاولية عاوزين يفترضوا امكان افتراض غير منطقي ان هذا الكون السبب في حدوثه لا شيء او ان هذا الكون لا يحتاج الى كائن اول واجب وجود او ان ممكن الحوادث تتسلسل الى ما لا نهاية في الماضي الحاجات دي بتفكرنا العقلاني المنطقي وفق لتصورات عقلية منطقية ورياضياتية التصورات دي باطلة احنا ليه بنقول باستحالة التسلسل بلا نهاية في الماضي ده تفكير عقلاني منطقي زي ما بنقول بالضبط ان الخطين المتوازيين لا يلتقيان لو فضلوا مستمرين الى ما لا نهاية عمرهم ما هيلتقوا ده تفكير مبني على ايه عقلاني ومنطقي ورياضياتي فبالتالي احنا بنفس الطريقة بنقول باستحالة تسلسل الحوادث بلا نهاية في الماضي ان كائن حادث معتمد على كائن اخر حادث معتمد على كائن اخر حادث وهذه السلسلة من الكائنات الحادثة المعتمدة على بعضها البعض تستمر الى ما لا نهاية في الماضي ده مستحيل شخص كنت بتحور معه ودربت له المثال بتاع الدومينو صف دومينو مرسوسين وراء بعض الدومينو الاخيرة دي مش هتقع غير لما اللي قبلها تخبطها واللي قبلها مش هتقع غير لما اللي قبلها تخبطها ففي اعتمادية الوقوع الاخير مش هيحصل غير لما اللي قبله يقع وهكذا لو هذه السلسلة مستمرة الى الوراء الى ما لا نهاية هل الدومينو دي هتقع قلت له اعمل thought experiment يعني تجربة فكرية فكر في الموضوع بالعقل والمنطق لو هذه السلسلة ستستمر الى ما لا نهاية هل الدمانة الاخرانية دي عمرها هتقع مستحيل هتقع ليه لان لازم اللي قابليها تتخبط واللي قابليها مش هتتخبط غير لما اللي قابليها يتخبط لكن اللي قابليها فيه لسه قابلها هتخبط وقابلها لازم يتخبط وقابلها لازم يتخبط الى ما لا نهاية يعني سلسلة الدمانو اللي لازم تتخبط الاول علشان الاخرانية تقع لن تنتهي فمش هتيجي اللحظة اللي الدمانة الاخرانية هتقع الشخص الملحد ده رح قال لي ايه مدام الدمانو الاخيرة دي وقعت يبقى السلسلة ليها بداية قلت له بس امسك هنا هو ده اللي احنا بنقوله مدام كنا احنا جهل الوجود يبقى لازم يكون فيه خالق اللي هو سبب اول واجب الوجود ليس قبله شيء وهو يملك في ذاته اسباب ومقومات وجوده من خلال التفكير العقلاني والمنطقي احنا بنقول حاجة من الاتنين يا اما الكون اللي احنا فيه ده ازلي ومستقر وثابت وليس له بداية وليس له نهاية يا اما الكون بتاعنا حادث ولو الكون بتاعنا حادث يبقى لازم فيه اله ما فيش منطق تاني غير كده الله عز وجل يقول في القرآن الكريم ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا من غير شيء ده بينافي قعدة منطقية لا شيء يأتي من لا شيء ولا شيء هنا العدم المطلق لا يوجد اي شيء حتى يأتي منه شيء فبما ان كنا جه يبقى لازم فيه حاجة كانت موجودة سببت وجود كنا لو ما كانش فيه شيء على الاطلاق كان هتستمر حالة العدم المطلق وما كانش هيحصل شيء ده بتفكير عقلاني ومنطقي طيب ده الجزء الاول من الاية ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون يعني الكون خلق نفسه فاحنا بنقول ان ده عقلا باطل لان الكون لازم يكون موجود في الفترة اللي هو ما كانش موجود فيها علشان يتسبب في وجود نفسه ازاي يكون موجود ومش موجود في نفس الوقت ده مستحيل عقلا من البداهيات العقلية الاولية انت ماينفعش تكون موجود ومش موجود في نفس الوقت يا اما انت موجود يا اما انت مش موجود الحالتين ما بيجتمعوش فبالتالي الله عز وجل يقول بما ان الافتراض الاول منطقيا خطأ ان الكون ماينفعش يكون حادث من لا شيء لا شيء يأتي من لا شيء والافتراض التاني ان الكون يكون السبب في وجود نفسه وده باطل لان ماينفعش الكون يكون موجود في نفس الوقت اللي هو مش موجود فيها علشان يبقى السبب في وجوده يبقى الافتراض الاخير ايه ان الكون يحتاج الى خالق لكيوجد كائن اول واجب الوجود متصف بالكمال لا يحتاج الى اخر وليس قبله شيء ولم يبدئه شيء ويملك في ذاتي اسباب ومقاومات وجوده الشخص الفهلاوي بقى اللي بيقولك طب مش يمكن المنطق خارج الكون مختلف عن المنطق داخل الكون بنرد عليه بالسؤال في غاية البساطة هو انت داخل الكون ولا خارج الكون لما انت تكون خارج الكون وبتفكر في مسألة معينة ابقى استخدم المنطق الخاص بيك وانت خارج الكون لكن بما انك داخل الكون وانت ملزم بمنطق معين وطريق التفكير معين وفق القواعد المنطقية العقلية ووفق البداهيات والمعارف العقلية الاولية يبقى ما ينفعش تفكر خارج نطاق هذه القواعد وخارج البداهيات ما ينفعش في نقطة تانية في غاية الاهمية ان مع عدم وجود اله لو افترضنا ان ما فيش اله يبقى ما فيش حاجة اسمها برا الكون لان الكون هيكون هو كل الوجود وحتى لو فيه اكوان تانية فالوجود اللي بيشمل كل الاكوان هيبقى هو الكون وهيبقى كل الوجود ولو احنا قادرين نفكر ونتصور اكوان اخرى غير كنا وتصورنا ده صحيح يبقى عقلنا ومنطقنا وبدهياتنا تعمل بالفعل خارج الكون لو علماء الفيزياء بيقدروا يتصوروا مالتيفيرس يبقى عقلنا قادر بالفعل على العمل والتصور خارج الكون خارج نطق كنا فبالتالي يبقى عقلنا ومنطقنا ملزم لما نفكر في اي حاجة خارج كنا لو عقلنا ومنطقنا مش قادر يتصور اي شيء خارج كنا يبقى احنا مش بنتكلم بتفكير عقلاني ومنطقي يبقى احنا بنتكلم عن تصور ذهني مجرد يعني ايه تصور ذهني مجرد يعني انت بتتخيل لكن هذا الخيال ليس له اي اساس يرجحه لكي يكون ممكن الوجود يعني ايه الكلام ده انا ممكن اتخيل في ذهني فيل بينكي اللون على رأي واحد مترجم صاحبنا فيل لونه بينك انا اتصوره في ذهني ياسا فيل جميل شكله جميل ولونه بينك بينكي اللون هل ينفع اقول ممكن يكون فيه فيل لونه بينك الحكم ده ممكن او احتمال يبقى فيه فيل لونه بينك هل ينفع اقول هذا الحكم اللي الناس مش قادرة تفهمه ان كلمة احتمال وكلمة ممكن وكلمة مرجح وكلمة مستحيل كل هذه الكلمات احكام منطقية فبالتالي امتى الحاجة تبقى ممكنة وامتى الحاجة تبقى محتملة لما تسندها اي شيء بيعتمد عليه التفكير العقلاني المنطقي يا اما قوانين العقل والمنطق والبدهيات العقلية الاولية تدل على هذا فتبقى ممكن او احتمال او ان احنا نرصد هذا ونشاهده سواء بقى بالعلم التجريبي او خطى بحواسنا لكن في النهاية اني اتصور شيء بشكل ذهني مجرد لا يؤيده القواعد العقلية المنطقية والبدهيات والمعارف العقلية الاولية ولا تؤيده الحس والمشاهدة ولا تؤيده التجربة والاختبار يبقى لا يوجد اي اساس ان انا اعطي حكم منطقي لهذا الشيء ما ينفعش اقول ان والله احتمال يبقى فيه فيه اللونو بينك ممكن يبقى فيه فيه اللونو بينك الاحكام المنطقية دي لا يجوز تطبيقها الا لو تصوري ده مدعوم بالقواعد العقلية المنطقية والبدهيات والمعارف العقلية او بالحس والمشاهدة او بالاختبار غير كده ما ينفعش يبقى هنا لازم نقول نقطة في غاية الاهمية علشان نخلص الموضوع ده وننهيه لما يجي شخص يقول تصور ذهني مجرد ما ينفعش يعطيه حكم منطقي الا لو الحكم ده تقدر تستدل عليه من خلال قواعد العقل والمنطق او البدهيات والمعارف العقلية الاولية او الحس والمشاهدة والاختبار لازم يكون عندك اي دليل سواء عقلاني او منطقي او حس واختبار ومشاهدة ما عندكش اي حاجة من دي يبقى ما ينفعش تقول احتمال وما ينفعش تقول ممكن ونقطة تانية في غاية الاهمية تصورك الذهني المجرد اللي مش مبني على اي دليل سواء من منطق او حس واختبار ومشاهدة ما ينفعش تساويه باستنباط مؤيد بالادلة العقلية المنطقية والبدهيات والمعارف العقلية ده ظلم واجحاف كنت قاعد بكلم واحد ملحد هو بيقول لي مش يمكن مش يمكن لا ما ينفعش تقول يمكن غير لو عندك دليل ما ينفعش تقول احتمال غير لو عندك دليل غير كده انت بتتكلم عن تصور ذهني مجرد بتخرف بتهرتل هرتلتك وتخريفك المفروض ما يكونش له اي وزن مقابل استنباط مبني على مقدمات بنسبة صحتها ونتيجة مستنبطة مبنية على القواعد العقلية والمنطقية والبدهيات العقلية الاولية في نقطة بقى هاختم بها الفيديو والنقطة دي لو فهمتها يبقى مبروك عليك القضية كلها ما بيننا وما بين الملحدين هو ان الملحد عاوز يقول لك منين هذه القواعد العقلية والمنطقية بتكتسب موضوعيتها وان هي شغالة جوه الكون وبره الكون وفي كل حتة ولا بد ان نثق فيها الامر ده في حد ذاته دليل على وجود الله يعني ايه الكلام ده يعني نفس فكرة وجود القيم الاخلاقية الموضوعية هذه القيم الاخلاقية الموضوعية موجودة في الواقع ولا مش موجودة موجودة طب هذه الموضوعية كيف نفسرها لو كانت القيم الاخلاقية نتيجة التطور يبقى القيم الاخلاقية نتيجة انتخاب طبيعي يبقى هذه القيم ليس لها موضوعية لكن احنا بنقدر نختبر ان هذه الموضوعية موجودة يبقى لا يوجد اي اساس لهذه الموضوعية الا وجود الله بنفس الطريقة بنتذكر الفيديو بتاع التفكير المنطقي ان اصلا قدرة الانسان على التفكير المنطقي دليل على وجود الله لازم حاجات معنوية غير مادية كثيرة تتحقق واكتر من ظرف يتحققه علشان ابقى قادر على التفكير العقلاني المنطقي وقلنا قبل كده شكوك داروين نفسه ان هو بيقول كيف اثق في قناعات عقل قرد ان كانت لمثل هذه العقول قناعات الدكتور عبدالوهاب المسيري قال عبارة في غاية الاهمية تصاغ بهذه الطريقة الله هو الحقيقة التي تجعل الحقيقة حقيقة انت لا يمكن تثق في اي شيء الا لو الشيء ده له حقيقة موضوعية وهذه الموضوعية ليس لها اي اساس الا بوجود الله احنا بنقول في النهاية فرض جدل ان مفيش اله وانت عاوز تدور على اجابة سؤال ووجدت نفسك قادر على التفكير المنطقي يبقى اي تفكير لابد ان يكون منطقي حتى تكون للاجابة قيمة لو تفكيرك مش منطقي يبقى اجابتك ملهاش قيمة واي تفكير منطقي هيوصلك لله انا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو لو كان الفيديو عجبك لايك وشير وسبسكرايب ولو تقدر تدعم وترعى القناة زور صفحيتنا على بيتريون هتجد الرابط اسفل الفيديو لو الفيديو معجبكش عمله ديسلايك مش مشكلة الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة